السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الأربعاء 12 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج العذراء يعني الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش انتقال ورح يكون للعذراء ورح يظل القمر موجود في برج العذراء لغاية الساعة 6 و 11 دقيقة من مساء يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و 11 دقيقة عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الآن ولغاية ساعات الصباح موجود في برج الأسد وطبعا في خلو مسار القمر بما أنه في برج الأسد معناته بظل الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا معاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع أحبائنا ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أيضا أن نقترض المال أو نستثمر ولكن لأنه في خلو مسار ما بنصح في هذه المسألة وخصوصا شراء الأشياء الثمينة نكون جريئين ومن ارتدي الملابس الأنيقة اللي بتلفت الانتباه ومن اهتم بمظهرنا الخارجي اللي أيضا بيلفت انتباه الآخرين لإلنع بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه هو خلو المسار السلبي للقمر اللي بدأ الساعة 7.15 دقيقة مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 35.38 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش يعني هذه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بينتقل وبيستقر في برج العدراء عشان هيك من هذا الوقت وما بعد منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على جسمنا ووزننا نذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا لما بيكون القمر موجود في برج العدراء إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بسيطر على كثير من الأشخاص هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات يمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزاوية الأولى وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ أي زاوية رح تكون الساعة 10 و 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهي زاوية زاوية بطيئة طبعا إلها تأثير تقريب الخمس أيام ومستمرة بتأثيراتها لثلاث أيام قادمة ذروة هاي الزاوية الساعة 10 و 42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتسبب أنها نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبرضو بتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وممكن تعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا بتدل على انتقاد الصحافة والجرائد لتراجع المردودية برضو في تراجع مردودية للقطاع الفلاحي أو الزراعي وكذلك الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وممكن تشهد هاي الفترة إضرابات أو احتجاجات لتحسين أوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ ممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو معلومات صحفية أو تقارير مغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة أو ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها خلال هذا اليوم طبعا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عند البرنكرياس الأمع الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين باقي أعضاء الجسم طبعا في فترة اللي بيكون ما فيها خلو مسار طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح لعمليات جراحية ولكن فحصات مراجعات طبية إذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب فما فيه أي مشكلة أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ولكن بالطرق التقليدية أو بالليزر للأشخاص اللي ما بيعانوا من كثافة الشعر اللي هو الإزالة الروتينية فما فيه أي مشكلة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر إلا غاية الساعة ستة وحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ستة أيام في تمام الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ننتقل ومنبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة تمانية وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الأسد ورح ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم أربعتاش ستة سعيد الآن بنسبة خمسة في المية ساعات الفجر منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمستعاش في المية ساعات المساء منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17 ستة منتحس بنسبة 40% المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% ورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل العاطف قوية للتقرب من الأحباء أو ممارسة هواية أو حتى الترفيه عن النفس أو الاهتمام بالذات ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم وما تبالغوا بالاعتماد على الحضوظ بهذا الوقت أما من ساعات الصباح وما بعد بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد فعشان هيك بتكن تركزوا على إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لعمل آخر وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك ممكن تضطروا للعمل لوقت إضافي أكثر ولكن الأهم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتكون أكثر اهتمام لإلكم بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم أو حتى على أموركم العائلية وحاولوا إنكما تفرضوا السلطة والسيطرة على أفراد العائلة أما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيش اليوم لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات ودعم للحضوض بصير عالي جدا وأيضا الاهتمام بالذات بصير عالي جدا برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بيظل التركيز على أمور التنقلات والاتصالات والامتحانات والنقاشات والحوارات بكم هائل جدا لغاية ساعات الصباح ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما تعتمدوا على الحضوض وأيضا انتبهوا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم وكونوا وضحين تماما خوفا من أنه تنفهمه بشكل خاطئ أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك ويتطلب منك جهد أو تدخل في لحظات ما ولكن بدون عصبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان التركيز بظل على الأمور المالية فمنكم أشخاص ممكن يحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما من ساعات الصباح وما بعد تنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات بالتسويق بالمقابلات أيضا بالامتحانات فترة ممتازة جدا ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات عند قدرة عالية جدا على الإقناع ولكن بدون عصبية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح وعندكوا ثقة بالنفس عالية جدا وبإمكانكم تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ولكن في فترة خلو المسار لا تبادروا لأي عمل جديد حاول أنك تعمل بشكل روتيني وأيضا لا تسمح للوسواس بأنه يسيطر عليك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي ممكن تكون على شكل هبا أو دعم أو مسترد مالي أو تحل مسألة مالية ولكن بدك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وتحرص على مالك من الضياع أو السرقة أو من المحتالين بالنسبة لما وليد برج العذراء ما اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة أو بعض الضغط النفسي والعاطفي اللي موجود عليك نوع من أنواع الملل أو إنه شاي في الدنيا كلها مش ماشي معاك طبعا كل هذا بسبب وجود القمر في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بوصل لعندك بتمتلقه نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك تبدأ فترة ممتازة داعم لإلك بقوة على المستوى العاطفي وعلى المستوى المالي أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر بيقترب من بيت المتاعب فبدأت وتشعروا شوي بالضغط بنال منكم رغم أنه بظل النشاط الاجتماعي موجود لغاية ساعات الصباح وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أو ما تتحسسوا من بعض التصرفات وتكبروا الأمور من ساعة الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب لغاية يوم الجمعة فحاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ وحاولوا أنكم تعملوا بشكل روتيني برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل الأمور التي تتعلق بالعمل علاقاتكم مع المسؤولين إنجاز بعض الأعمال الضاغطة كانت عليكم بالفترة الماضية أهم شيء أنه ما تدخلوا بأي نقاشات حامية مع المسؤولين وحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن اليوم يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانك تتمم كل أعمالك بمساعدة بعض المعارف أو العلاقات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً بتظلوا نشطين بالاتصالات البعيدة والخارجية أو الحوارات مع الأجانب أو الدراسة أو الامتحانات أو التنقلات أو السفريات هاي أكثر شغلات بتظلها مسيطرة عليكم لغاية ساعات الصباح حتى على المستوى العاطفي ولكن اللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه أمتعته وفي نفس اللحظة ما يستهين بالوقت واللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد أما من ساعات الصباح هنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بصير هذا اليوم مناسب بالنسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا يعني بيعززوا علاقاتهم مع المسؤولين ولكن بتجنبوا الخلافات وتسعوا لطلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بيظل التركيز على الأمور المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح اتفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من أي خطوة مالية جديدة بدك تدقيق بالتفاصيل حتى لو بدك تشتري شيء أو بدك توقع عقد لازم تدقيق بالتفاصيل وتستشير أهل الإختصاص وحاول أنك ما تغامر أي مغامرات مالية لا تكفل حد ولا تدائن حد فلوس وما تجازف أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات لبعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن رغم أن الأجواء جيدة على مستوى الامتحانات والحوارات وحتى على المستوى العاطفي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل التركيز أو الاهتمام حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وبإمكانكم إنجاز بعض الأعمال بشكل مشترك مع بعض الأطراف أو أطراف تساعدكم في موضوع ما ولكن بدك تضبط أعصابك وحاول إنك ما تلتزم بأي شيء اتجاه الطرف الآخر أما من ساعات الصباح وأنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بدكوا تواصلوا أعمالكم السابقة تندبوا لصحتكم حاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا بأي نقاش ما بينكم وبين زملائكم بالعمل حاولوا قدر الإمكان إنك تدقق بأعمالك قبل التسليم أو تسليمها خوفاً من بعض الاضطرابات أو بعض الأخطاء اللي ممكن ما تكون لصالحك وأهم شي إنك تنتبه لصحتك أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلك تماماً ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم قصوصاً شركاء المال أو شركاء العاطفة أو الأزواج أو الزوجات وحذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء